اهلاً وحياكم الله في حلقة جديدة من بودكاسترولينك اليوم حلقتنا حسب تطلعوا حلوة بنتكلم اليوم مع الضيف الرهيب عز راج اهلاً وسهلاً عن جانب التمثيل وكيف انه انت كشخص تشوف فيلم وتعجب جداً بالممثل ولكن لازم تعرف انه ترى هذا مجهود فريق مجهود فريق كامل مش فقط الممثل فنحب اليوم بس تعطينا فكرة عن هذا الجانب وعن الأشياء اللي فيه والمعارف بس قبل كل حاجة عرفنا مين انت عز راج مين اهلاً وسهلاً فيك طبعاً شكراً على الاستضافة الرهيبة هذه وان شاء الله ننفيد ونستفيد باختصار شديد منه عز راج عز راج متخصص في ادارة وتطوير المواهب الفنية خلني اتكلم عن التخصص اللي بنتكلم عنه اليوم اللي هو الكاستنج في الكاستنج هذا اشتغل فيه تقريباً من 2016 في احتكيت في مخرجين ومنتجين وفيه اسرار وخفايا كثير ان شاء الله اليوم بنمتع الجمهور فيها باذن الله باذن الله دايماً في التصوير نسمع تتردد كلمة كاستنج الكاست بدي الكاست وين الكاست جيب الكاست ايش يعني ايش يعني هذا العالم طبعاً الكاستنج هو مصطلح متعارف عليه في الاندستري يندرج تحت عدة مهن بس خلنا نتكلم عن المهن الرئيسية الأساسية اللي احنا دايماً نتعامل معهم في مجالنا هنا في المجال المحلي اللي هما الكاستنج ديركتر والكاست مانيجر ووجه الاختلاف بينهم العالم على بالهم انه شخص واحد هما ترى مختلفين تماماً ممكن الكاستنج ديركتر يأدي مهنة الكاست مانيجر وممكن الكاست مانيجر يأدي مهنة الكاستنج ديركتر ولكن هما في مرحلتين مختلفتين الكاستنج ديركتر في المرحلة الأولى اللي ما قبل الانتاج والكاست مانيجر في المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الانتاج يعني في مرحلة الانتاج انت ما تحتاج casting director معك انت تحتاج cast manager وفي فرقات بينهم بنتكلم عنها صدقيني كنت أعتقد في البداية انه cast director هو يمسك الشغلة من أولا لأخرا قال لا ولا فعلا يا جماعة اللي يبغي يخشد العالم ترى فيه الكاست له اكثر من ادارة واكثر من توجيه cast director يكون له مهام واشياء يسويها ومتى يسويها وكذلك الكاست manager احنا ممكن معلومة جديدة على البعض بالضبط زيها زي أي مهنة أخرى المسميات والمصطلحات خلط بينها بسبب كلمة casting فعلى بالهم من casting director هو نفس لا هم مختلفين خلني ببسطها وبجيبها البساط أحمدي عشان ما يكون الموضوع المصطلحات وما تكون مفهومة خلني بأتكلم معك الآن بأسلوب لطيف جدا الكاستنگ director باختصار شديد هو عين المخرج اللي يجي عنده المخرج يقول لك اسمع أنا عندي هذا النص عندي هذه الشخصيات أبغى الشخصيات لهذا الفيلم بهذه التفاصيل بهذا الشكل يبدأ الكاستنگ director واش يسوي يبدأ في مرحلة ما قبل الانتاج يروح يبحث عن الممثلين يا أنه يعلن في السوشال ميديا يا أنه يتصع على الناس اللي يعرفهم يا أنه ينزل الشارع يروح المولات يبحث يبدأ في مرحلة البحث يشل شنطته ويرحل حتى أنه يخرج في مناطق أخرى الكاستس اللي هو يبغاه ما هو متوفر في المنطقة اللي هو يبغاه هو ممكن يبغى في تفاصيل معينة في حدة في الشكل في نوع معين من الشكل شخص عايش في البر دقة الشمس فهو اللي يضطرنا يروح مناطق صحراوية عشان يلقى الممثل هذا الشكل بهذا التصنيف بهذا اللون المخرج في باله شيء معين يفهمه الكاستنگ ديركتور هو كلما الكاستنگ ديركتور فهم المخرج بشكل أكبر كل ما أعطاه اللي يبغاه بشكل أكثر فتلقانا إحنا دايما الكاستنگ ديركتور ننشى بالمنتجين المنتجين ما هم فاضين أنهم يقلون يعلمونه بالتفاصيل ما هم فاضين يبي يخلص يبي يمشي الليلة بس لكن المخرج لا يتكي يبدأ يتكلم يبدأ يبحر يعلمنا وش اللي في باله يصرح معانا بالخيال وإحنا ننسجم معه وحتى أن أحيانا المنتج يستأذن يقوم يخلينا الحال نحنا نتكلم مع بها بالضبط لأنه بالنهاية أنا بحقق له رؤيته المخرج فهذا دول الكاستنگ ديركتور أيها الكاستنگ ديركتور يشتغل حتى في الليسته القائمة قائمة إيش؟ قائمة الممثلين حلوين ولازم أن يكون يفهم في البريزنتيشنز الباتش والأمور هذه عشان يعرف كيف أنه يفرز يختار الأفضل بين هذول الممثلين وهذا نادرا تلقى كاستنگ ديركتور يجيد هذا الشيء لنا الكاستنگ ديركتور الشاطر والناجح في عندها مهارة أساسية لابد أنها تكون متوفرة فيه اللي هي الفراسة حلوين فراسة؟ الفراسة وليست الفراسة أنا تختلف عن بها الفراسة بالكسرة وليست بالفتحة بس إيش تقصد فيها؟ يعني إيش؟ الفراسة هي سبحان الله بالخلقة بالفطرة مع الإنسان تلقاه يرى الظاهر ويفهم ما في الداخل يعني من ظاهرك من شكلك من تفاصيلك من حركات الجسد حركات العيون أي تفصيلة ظاهرية قدامه يبدأ يقراك ويفصلك فهذه لابد أنها تكون متوفرة في الكاستنگ ديركتور وهذه نادرة جدا أنها تكون متوفرة في الكاستنگ ديركتور إذا توفرت فيه راح يكون إنسان ناجح جدا في هذا المجال إيش راح تضيف له لأنه يفهم الشخص اللي قدامه من شكلها الخارجي هل هو ممكن إنه يقدر يأدي هذا الدور ولا لا ممكن الشكلها الخارجي تمام لكن لا جاء وقت الأداء لا جاء وقت التدريب لا جاء وقت التنفيذ يختلف الأمر لا وقف أمام الكاميرا يختلف الأمر في الفراسة هذه تتكون مع التجربة مع الممارسة مع الخبرة تبدأ النظرة هذه تتطور عندها ولكنها لا بدنا تكون موجودة فيه من الأصل بالفترة حلو حلو طيب هذا الأشياء اللي تخص الكاستنگ ديركتور الأشياء اللي تخص الكاستنگ منجر متى تبدأ طبعا الكاستنگ ديركتور تنتهي مهام واجباته إذا بدأ يوم التصوير هنا خلاص مهمتها تنتهي سلم البرزنتيشن طبعا فيه تفاصيل كثير ما ذكرناها ولكنها تنتهي مهمته لا بدأ يوم التصوير من هنا تبدأ مهمة مين الكاستنگ منجر طيب تعال أقول لك وش الكاستنگ منجر طيب هنا تبدأ اللعوة سا شوي في يوم التصوير الكاستنگ منجر لازم أنه يكون شاطر جدا في إدارة الفريق وإدارة الوقت لا بد أنه يكون فاهم جدا في إدارة الفريق لأنه في عنده ممثلين في عنده ممثلين مستويات عالية ومستويات منخفضة في عنده طبقات من المجتمع فلازم أنه يكون علاقات اجتماعية لازم أنه يكون شاطر جداً في العلاقات العامة هذه يكون عنده ذكاء عاطفي ذكاء اجتماعي يعرف كيف يتعامل مع الموقف لأنه حتى في نفس الوقت مسؤول عن الممثل أنه يكون جاهز قبل ما يقولون أكشن باللبس بالميك أب بالتفاصيل اللي يحتاجونها اللي يحتاجونها أنست هل مود الممثل يقدر يأثر عليها الكاست مانيجر الكاست مانيجر أكيد طبعاً يأثر على مود الممثل أحياناً يا أنه يطلع فوق ويرفع به ويحسن جوه ومزاجه يغطي عليه يعني تلقى ممكن حتى علبة موية لأنها الكاست مانيجر مسؤول عن ترى حتى الأكل والشرب ولا بد أنه يحتم في التفاصيل هذه وأماكن الراحة المكان اللي يرتاحون فيه لا بد أنه يكون متوفر بشكل صحيح لأنك أنت المسؤول عنهم أنت مسؤول عن هؤلاء الأشخاص فأنت راح تحاسب عن هذا الشيء إذا ما أديت مهامك وواجباتك بالشكل الصحيح أنت في وجه المدفع راح يلومونك أنت ما راح يلومون المنتج ولا راح يلومون مدير الإنتاج مدير الإنتاج بيوفر على حسك عجيب عجيب السؤال طيب عندي إيجاف بالي لحين بعض الأحيان أو نشوفها دايما في الأعمال الأعمال سواء التجارية والسينمية والأي إن كان يعني أعمل العداد للفيلم يكون سلس وماشي الأمور تمام وكله حلو إلى ما نوصل عند مرحلة الممثلين والكاست يطلع لك 16 مشكلة من الأرض ما تدري كده فجأة أنت كنا كويسين يا جماعة يا أخي ليش ليش درجانب دائما معاكم يا الكاست لأن غالبا في شركات الإنتاج والمنتجين بشكل عام ورح يزعلون من المنتجين لكن إحنا مضطرين نقول هذه الكلمة غالبا المنتجين يوفرون يحاولون يوفرون فلوس قدر الإمكان في الكاستنج ديركتر الشطار والمتمكين والمتمرسين أسعارهم دائما مرتفعة فهو ما وده يدفع هذا السعر العالي في إغطار أنه يستعين بالمبتدئين عشان يوفر فلوس فتبدأ هنا المشاكل إن هذا مبتدأ ما عندها الخبرة ما عندها المعرفة ولا يعرف كيف تعامل مع الموقف عندها داتا بيس تلقى في كل القروبات يرسل يسوي لها رسالة ويرسل في القروبات ويلا يا جماعة جاء كل من هب ودب تجي يمثل بالمواصل الفلانية حتى ما يسوي تحويل التحويل للصورة تلقى الاسم فوق والصورة تحت ومتلاخب طمع بعض والدنيا حوسة بفلاتر والدنيا مختبصة تلقى يختارون على الصورة بس ما هم عارفين وش خلف الصورة هذه فلا جاء يوم التصوير تلقاها يا أنا البنت مختلفة يا أنا الشباب مختلفين يا ندقنا يعني نشوفها في الصورة مدقن ومورة تمام زي اللوز نبغى بهذا الستايل السعودي المرتب كل شي تمام لا جاء يوم التصوير لو جايهم ناحة الشعر محلق الدقن مخفف الشنب شكله مختلف تماما حتى أنه في بعض الأحيان بالفلاتر بعض الكعس الله يهديه بالفلاتر يغيرون لونهم تلقاه أشقر شقر تلقاه يسوي الدقن عشان ما يقولون أنك أنت مو سعودي عشان يمشي أمور عشان يتوافق مع الطلب أو من المخرج بالضبط تلقى دائما الأعمال الناجحة أن المنتج حقها شخص ناجح وفاهم وواعي عنده وعي أن هذه المهنة لا بد أنه يوضع فيها شخص متخصص يفهم يعرف كيف حتى يدير المخاطر والمشاكل يعرف كيف يتعامل مع الواقع عنده خبرة كبيرة ومن حقه أنه يرفع عجرة لأن هذا الاستحقاق بالنهاية لو قلنا أنه والله أنا أبغى أخش ذا الجانب لاحظت أني أنا إنسان مثلا أني جيد مع الناس إجتماعي مهاراتي في التواصل وواصلة مرحلة كويسة يعني موناقصني شيء على أساس أخش ذا الجانب أو الممثلين والكاست من فين يبدأ يعني وش التوجه اللي يبدأ فيه ويبدأ خلاص يركز على الكاست والعالم المعرفة هذا طيب خلني أولا نذكر لك إذا هو بتوجه إلى الكاستنج أو بتوجه إلى الكاست لأنها تختلف عن بها إذا هو بتوجه للكاستنج إنه يكون كاستنج ديلكتر أو كاست مانيجر هنا لابد أنه أولا أول خطوة يسوية يتعرف له على كاستنج إيجنسي أو كاست مانيجر أو كاستنج ديلكتر شو الطار في المجال يبدأ يشتغل معهم كمساعد يبدأ من نقطة من خلال البداية هذه راح تتطور المعرفة عنده ولابد أنه يكون شخص وعي بالنهاية هو يبغي يتطور يبغي يكبر في المجال فما استحينك تتطور علماء تكفي هي متوازنة مع بعض ومتماشي مع بعض فأنت لازم أنك تركز في الشخص اللي حيكون قدوة لك اللي أنت حتتعلم منه الشخص اللي أنت بتمشي معه بتشتغل معه بتتمارس معه ثانيا مصدر المعلومة أنت منين تأخذ هذه المعلومة في عندك مصادر موجودة بشكل شاسع ولكن ما هي في المحلية تلقاها دائما في الأجنبية فشوف مصادر المعلومات الصحية خذ لك المعلومات ثالثا التطبيق سم عنه طاعة أبشر سم مع الوقت أنت حتتبرمج تلقاي وتعرف ليش هو قال لك سو هذا الشي ما يحتاج تقول شي غريب عليه لا نفذ مع الوقت حتتعلم خليك صبور اكروه في سنتين ثلاث سنوات ما يمنع مهو على طول أنت بتصير مدير تتدرج تبدأ من الاستقبال حبة حبة لأنك في النهاية مدير الشركة فهو بالنهاية ترى بزنس استثمار فأنت لازم تكون شاطر في المدخل في البداية عشان تتطور مع الوقت تشوف ناس طماعين يدخلون في المجال وعلى بال أنه بس والله أنا بنعزل وبكل حالي وبشتغل فريلانسر وبادهر بجمع لي داتا وبشتغل أنت هنا بالطريقة هذه هرح تضيق على نفسك ترى بيجي يتعامل معك منتج بشكل مباشر فأنت بتجيب العيد ما رح يتعامل معك مرة ثانية لو بعد سنتين ثلاث سنوات لا مشاكل فأنت هنا ضيقت على نفسك المساحات فعشان أنت تبني لك مساحات بشكل صحيح ابدأ كمساعد أنا أقولها كنصيحة ودائما أقولها اشتغلوا كمساعدين تعلموا بكرة صيروا كاستنج ديركتور يعني أنا ملاحظ في الفترة الأخيرة يعني لما أسولف مع المدراء الممثليين وكذا قال لي واحد قال لي الحين أي واحد يبقى خش كاست يجمع له قاعة بينات مع الناس حاد حاد في كلامه حاد في توجيهاته فأنا أعتقد أنه العالم ده مو بس أنه جمعت لك قائمة فيها أسماء صور ومثلين خلاص ونصرت مدير ومثلين صحة الله أكيد طبعا أكيد أكيد الموضوع ما هو بالبساطة هذه أبدا وفيه مشاكل وهدك كثير وزي ما قلت نتقب شوي احنا لو وصلنا لمرحلة الكاستنج تبدأ تظهر لنا المشاكل يبدأ الهدكي نبدأ نتوتر أساساً ولسه إحنا ما بعد بدأنا فيه يبدأ التوتر على طول مباشرة لأنه غالباً في السوق عندنا تلقى الموضوع سريع يعني يكلمك اليوم بكرة التصوير بعدها بيومين التصوير فأنت إذا ما ماهر ما عندك داتابيس ما هي منظمة الداتابيس عندك بشكل صحيح ما عندك سيستم تمشي عليه ما عندك آلية عمل ما عندك الخبرة ولا الموالد الكافية راح تضرب في جدار مباشرة و راح تقسر نفسك و تدخل نفسك في مشاكل كثير فخلك حريص في أنك أنت يكون عندك سيستم تمشي عليه في سيستم هذا ما راح يمشي إلا مع التجربة أوكي بس في الأخير يعني لازم لازم تمارس هذا الشيء مع الناس فهمين بالضبط إنه بالنهاية ترى هذا بزنس هذا مشروع يعني يعني يكون مشروع يكبرك يعني يخفز بك ينهيك ينهي أجلك وأكثر المشاكل دائما تصير مع التعامل الديريكت مع البشر التعامل البشري الموضوع أنت مو أنت قاعد تستعجر معدات ترى إذا إيجاد معدات الأمور سهلات يعني ممكن تقدر تتعامل مع وقف لكنك أنت قاعد تتعامل مع بشر قاعد تتعامل مع إنسان له نفسية له شخصية له كارزمة معينة له طريقة أسلوب معيشة له عادات له تقاليد فأنت لا بد أنك تكون مراعي وفاهم ومتفاهم في هذه الأمور تعرف كيف تتعامل مع الناس عشان تعرف كيف تكسبهم في صفك فعشان أنت تعرف كيف تتعامل مع الناس تجيك أسئلة كثيرة بيسألك سؤال فإذا أنت مبتدأ ما عندك جواب تروح ترجع تسأل المنتج وبيرجعتك الجواب بعدها بكم ساعة رجع سألك نفس السؤال تروح ترجع تتكلم المنتج لو أنك أنت رايح جاي بين الثنين فضعت إذا ما عندك معك تتعلم منه صدقني راح تحصل لك مشاكل كثير تواجهك وزي ما قلت يا أنا ترفعك يا أنا تقفل عليك الشغل أوكي أنه أنا يعني على حسب ما فهمت أنه ده العالم إذا ما ركز كويس ممكن تجيب العيد وتوقف شغلك خلاص صير تكره الشغلة لأنه أنت تجيبت عيدك أكثر مرة فيا جماعة أي أحد يبقى خشل للجانب تركز شوي أنا مش حابة حبة وتعلم وعلى الرائق لأنه هذا بالذات ذا الجانب الكاست أنا في رأي أنه لازم واحد سمعة إيه الجانب هذا ترى word of mouth ماشي زي اللوز ماشي ألف طيب لو قلنا بنحط ثلاثة من أكبر المشاكل اللي تواجه الكاست مانيجر إيش هي اللي يمفرضه أنه يركز فيه انتبه ترى هذه من المشاكل اللي دائما تصير وش اللي يمفرضه نسويه الكاست مانيجر هو المشرف على الممثلين on set هذا التعريف اللي عرفنا عليه وهذا اللي معروف عنه في on set وش بتصير يا أنه ممثل ينسحب يا أنه يجيك ممثل ما هو بنفس الممثل اللي المتفقين عليه في الصورة أو في الشكل أو في أي حاجة معينة يا أنه ممكن أنه يجيك الممثل on set ما يلقى الأكل ما يلقى الشرب ما يلقى أماكن الراحة في الضايق يا أنه يجيك يطولون بالوقت غير المتفق عليه ممكن تفقين 6 ساعات فجأة ضرب الوقت 8-9 ساعات فأنت لابد أنك تكون متمكن متمرس كيف تعرف تحل هذه المشكلة والدمدمها مبدون ما أحد يلاحظ لأنه بالنهاية الكلينت دائما بيكون on set حين خذنا نتكلم الآن عن الإعلانات لسه ما دخلنا في الأفلام سلسلات سلسلات عالم ثاني تتكلم عن الإعلانات الكلينت بيكون معك on set فلا صار سمع صيحة سمع مشكلة بيجي يعرف فإذا عرف أن الكاست متضرر من شيء معين تكبر المشكلة تكبر المشكلة لأنه بالنهاية الكلينت هو دافع حقه دافع حق الأشيال اللي هو قاعد يطلبها من أبسط حقوقه موية أكل شرب قهوة سناكات أماكن راحة كراسي كل شيء حتى أنه من حقه الممثل أنه بعد ثمان ساعات أنه يأخذ له غفوه من حقه أنه يأخذ له غفوه وقت راحة يريح يريح من حقه يأخذ له غفوه بنصف ساعة لكي يجدد النشاط عنده هذا من الطبيعي ومن البديهيات وهذه من الأشياء اللي لا أحد أنه يتفهم فيها لكن أنت ككاست مانيجر لازمك تكون ذكي تعرف متى تريح الكاست تعرف متى تكرفه تعرف متى تلبسه ما هو بأول ما يجي يلا ميك أب ملابس طيب ميك أب ملابس تاكي له ثلاث ساعات بطار طبيعي يا أخي لكن قبل لا قالوا يبدأ يزبط له الميك أب يبدأ يزبط له هذه الأمور وترى شف بتلبسه بتتحمل مسؤولية الملابس هذه لأنه ممكن يشرب قهوة تنكب على الثوب في ضرب الثوب غسل وكوي ومشاكل مرة كثير لا تعد ولا تحصل هذا جزء بسيط طيب أنت ككاست مانيجر أو ديركتور أنت مع ميمة واصل بشكل مباشر المخرج أحيانا يخصص مخرج مساعد معاه فقط أنت خاص بالكاستنج يكون تواصلك مع الكاستنج أوقات الكاستنج ترتيبات الكاستنج مواعيد الكاستنج كل شيء يخص الكاستنج عندك أنت حلو فهم يخصصون لهم فأنت تواصلك ما يكون ديركتلي مع المخرج يكون تواصلك معهم بس مرحلة ما قبل الإنتاج الكاستنج ديركتور تواصله دائما مع المخرج وأحيانا يخصص له مخرج مساعد يكون على تواصل معهم ولكن الأفضل أنت ككاستنج ديركتور أن يتواصلك مع المخرج ديركت عشان ما تطول آلية الاختيار والترشيحات والأمور دي إنه في أمور كثيرة في تفاصيل فيه الكاستنج كول فيه الكولباك فيه الكامستري ريد فيه سوالف كثيرة مراحل ما قبل الإنتاج فإذا أنت بيكون تواصلك مع المخرج المساعد المخرج المساعد يروح يتواصل مع المخرج وبيرجع المخرج يتواصل مع المخرج بالطول وهي قصيرة فإذا أنت دايريكتلي على طول لازم أنه هذه الترتيبات أصاساً بتكون من الكوردينيتر واللين بروديوسر هم اللي يرتبون الأمور هذه اجتماعات دورية إذا العمل طويل اجتماعات دورية أنا تكون يجتمعون على طاولة واحدة يبدون يعرضون فنتخلك قالوا يلا اجتماعاً لو عدة تكجاه تعرض العدة تعرض الأمور ويلا نخلص قفلنا أوكي هذا هذا الترتيبات بعدها يدخلون في تفاصيل الثاني حلو طيب فيه حاجة دائماً نلاحظها يجيك مثل معروف كويس وأداء مرة كويس بس أنه وقت الستة ووقت التصوير تلاحظوا أنه أداءه مختلف ماش أنت وانت من الفريق اللي وراء في الكواليس تشوف حرام يا أخي كيف ليش معده كويس وبعض الأحيان يجيك ممثل توق تشوفه ومرة تشوفه وأداءه أسطوري مين اللي خلف هذه المعجزة هذه اللي صارت اللي بالله سواء كان مثل معروف ولا توقع هل فيه شخص مزهول هو ما هو شخص هو فريق فريق متكامل على رأسهم المخرج أوكي أحيانا المخرج يتخذ قرارات على بال أنها هي صحيحة ولا يعني يحترم رأي الكاستنج ديركتر الكاستنج ديركتر الكاستنج ديركتر هو دائما الأقرب للممثلين المخرج عنده تفاصيل ثانية أخرى مشغول فيها مشتت فيها ولكن الكاستنج ديركتر تلقاه دائما هو مركز على هذا الجانب فقط ما عنده جانب آخر وهي ترى عملية تراكمية وعملية متصلة في بعض يعني إذا قلنا الكاستنج ديركتر جاب الممثل لدور معين الكاستنج ديركتر ما يدر حلو الكاستنج ديركتر يجيب هذا من رؤية من وجهة نظرة أن هذا الممثل مناسب لهذا الدور يعني هو يشوف كذا لأن هذا شغله هذا اختصاصه وهو جدا بحير متعمق فيه فالمخرج يجي يستقبل الممثل يشوف أنه والله هو على حسب خبر تعادل المخرج والله كويس لكن يحتاج تدريب هنا يبدأ دور مين يبدأ دور المدرب فأحيانا بسبب الميزانية ما يقدرون يجيبون المدربين فيه يضطرون ويستخدمون هذا الممثل فما يأدي أداء كويس فيه يقولون الكاستنج ديركتر ما عرف يشتغل أو قال المخرج ما عرف يجيبها بشكل كويس لأن المخرج ما هو بفاضي يدربه فهو المفروض أنه يخصص له مدرب خاص فيه يساعده على تقمص الشخصية يساعده على أنه يأدي الدور بشكل صحيح يراجع النصوص معه يكون معه مدرب فاهم ويعرف كيف أنه يخلي الممثل يعيش هذا الدور ويبحر فيه بالشكل الصحيح ويكون جدا كويس ولحظنا هذا الأمر دائما في الممثل المساعد أوكي تلقى دائما الممثل المساعد يتوفوق على الممثل لدوله رئيسي يتفوق عليه عجيب لسبب أن الممثل المساعد أبحر وعاش وتعمق في هذا الدور مع أنه توه مبتدئ وتوه يعني على باب الله توه داخل في التمثيل فأدى أداء أسطوري فتلقاه لأنه أداء يعني تنازل وأدى في هذا الدور بالتفاهم أكيد طبعا مع الكاستنج ديريكتر أو يعني عندهم رؤية أخرى وأحيانا هذا الموضوع يدخل حتى في إدارة المواهب يدخل في أمور ثاني أو إدارة الأعمال حل فتلقاه يبحر ويأدى أداء كويس في تميز في سبب تميزه هذا الممثل يش تقول له وسلسل أو وسلسل أو فيلم ثاني واشتق من هذا العمل وتلقاه هذا العمل يتميز أكثر من العمل الأساسي عجيب والله ولاحظناها في عدة أعمال صح أول شيء والله مرة مرة شكرا حلقة كانت حلوة أحس أنه ودي أتكلم كثير بس الحلقة ما تكفي ودي أتكلم ودي أسوي يا شيخ حلقة مدتها 19 ساعة أنت اخترت موضوع حساس وموضوع يعني بحر 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 وفيه أمور وتفاصيل كثيرة لكن إن شاء الله نوفقنا في اختصارها وتبسيطها بالشكل صحيح يعني ما حاولنا ندخل في مصطلحات كثيرة لأننا فيها مصطلحات مرة كثيرة ومتشعبة حاول نبسطها المشاهد عجيب عجيب مرة مرة شكرا وإن شاء الله أنه يكون هذا الحلقة ستكون تفيدكم وتوعيكم عن هذا المجال وكيف الواحد يدخل وكيف أنه يبدأ تتعلم حبة حبة وأحب أطمنكم وقول لكم أن هذا المجال ترى كل ماله تسع كل ماله يعني يزداد غنى محليا فأنا أقول لزو أبد هذا طريق سهلك أمامكم أنا متأكد أن السوق راح يستقبلك وراح يفتح لك بواب مرة كثيرة وأتمنى لكم كل التوفيق طبعا أنتم شكرا لكم بعد حلقة هذه كلكم تصيرون كاستينغ منيجر لا الله يرحم والدينكم لا ما نبي منافسات إلا الأشخاص اللي يعني يحترمون هذا المهنة فقط بالأكس والله العظيم أني لأدعم ولا عندي المشكلة هاي يلا كاستينغ منيجر يلا يلا كلهم تعالوا بشكلهم كلهم يعرفونني الله يعطيكم العافية وشكرا لكم هذا المنتج مقدم بدعم من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي إثراء والصندوق التنمية الثقافي